الحقيقة كالعادة كل ما تبقى مستقر وماشي كويس ونتائجك كويسة لسه بدري طبعا لكن من الواضح أن هناك استقرار كامل في النادي الآلي في كل شيء الحقيقة تلاقي كده حاجات طلقت فجأة على السوشال ميديا علشان تعملك المشاكل هي حاجة تفهل حقيقة في الظاهر لكن هي مهمة جدا جدا عشان كده يعني هرجع برضو لقصة جواب المضروب اللي موجود على السوشال ميديا الحقيقة لأنه مهم جدا جدا أن احنا ناخد بالنا من مثل هذه الأمور في مثل هذه الأحداث الكبيرة أحد الأصدقاء بعيتلي على تويتر دلوقتي وبيقول لي يعني يا كابتن إسلام رد على فلان الفلاني ده وقل كذا عشان يعني صدقوني في ناس كده لما تفضل تتكلم وتقعد تتكلم سبوهم يتكلموا احنا بنختار الوقت اللي احنا بنرد فيه وبنرد بطريقتنا وبإسلوبنا وبأخلاقنا ما بنردش بأخلاق حد ولا بنرد على حد بأخلاقه أبدا أبدا احنا دايما داخل النادي الأهلي أنا بقولش إسلام أنا بقول داخل النادي الأهلي دايما بنعمل بهذا الشكل وبنمشي بهذه النظرية من ساعة ما الواحد عارف في النادي الأهلي وحتى هذه اللحظة وأعتقد هتفضل سنين طويلة جدا 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 لأن دي مبادئ وأخلاق بيتوارفها أجيال وراء أجيال في النادي الأهلي وليس مجرد كلام بنقوله فمن فضل حضراتكم خلينا نركز في فريقنا ونركز في ملعبنا اللي عايز يشتم واللي عايز ينتقد واللي عايز يقول أي حاجة علي أنا شخصيا ما عنديش مشكلة على أي حد في النادي الأهلي حتيجي تتكلم على النادي الأهلي لازم حرد زي الجواب كده حتيجي تتكلم على النادي الأهلي حرد وحرد رد محترم بكل المقاييس ولكن هخلي حضرتك تسكت لكن تتكلم عن شخصي الناس عارفة قد إيه الكتب موجود وقد إيه إن كل حاجة بيتقال فيها كلام كتير جدا جدا ماهوش أو كلام هذا الكلام غير صحيح غير صحيح فمش محتاج إن أنا رد نصدقوني في حاجات شخصية خلينا دايما نفكر في اللي قدامنا نفكر في الهدف اللي قدامنا عايزين نفكر في يوم الجمعة وبعد يوم الجمعة شاء الله ربنا يكرمنا ونفوز بهذه البطولة وبعد كده نفكر في اللي بعده نفكر في الدوري نفكر في البطولة الأفريقية نشوف هنعمل إيه الدنيا هتبقى ماشي إزاي هو ده اللي احنا عايزين نفكر فيه مش عايزين نفكر في حاجة تانية لكن عشان كده أنا أتمنى برضو إن يكون أو اللي إذا وصل أو وصلنا للي عمل هذا الجواب المفبرك الغريب جدا والمضروب جدا واللي واضح إنه هو مفبرك يجب أن يتم حسابه قانونا لأنه اللي تداول هذا الجواب الحقيقة بيسعى إلى أمور أخر لأن اللي بيحصل ده هو كلام غير صحيح غير صحيح ده أنا بقول لحضرتك حاجات صغيرة موجودة في الجواب كده لما تقعد تقراه كأهلاوي حتشوف إن الكلام الكلام اللي مكتوب ده كله غلط لكن أيضا خرج تصريح رسمي من الاتحاد المصري لكرة القدم بنفي هذا الجواب جملة وتفصيلا الحقيقة أنا مش عارف الظاهرة دي هتنتهي إمتى لأنه يجب أن تنتهي هذه الظاهرة ويجب نحن نعرف مين اللي عمل كده ويتم حسابه قانونا هو فاشل واضح حتى في الفبراكة فاشل لكن يعني ده اللي أنا أقدر أقوله ومزور لأن ده مش خطاب حقيقي فعايزين نعرف مين اللي عمل كده لأنه يجب أن يتم حسابه يجب أن لو حسبنا حد زي أو عرفنا مين اللي عمل وتم حسابه قانونا أعتقد الموضوع حينتهي محدش هيقدر يعمل كده تاني محدش هيقدر يعمل كده تاني إن شاء الله يوم الجمعة 12 ألف ونص أهلاوي يكونوا موجودين شجعوا فريقهم بمنتهى الاحترام ومنتهى الأذب إن شاء الله أنه دي الأهلي يعمل ما عليه الحداشر اللي هيلعبوا والخمس سغيرات إن شاء الله ربنا يكرمنا ونقدر نفوز بهذه البطولة لو لقدر الله حصل حاجة تانية أنا متأكد إن سيكون هناك عدالة تحكمية إن شاء الله أو أتمنى أتمنى لشان محدش يقولك أنت قلت أنت متأكد أنا أتمنى أن يكون هناك عدالة تحكمية وكل الأخبار اللي جاية بتقول إنه سيكون حكم من النخبة حكم من الكبار لأن كلاتنبرج اللي بنفسه هو اللي بيقود هذه المفاوضات وبالتالي خلينا نشوف الحكم حيكون مين حيكون في عدالة تحكمية أتمنى أتمنى أنها تكون موجودة عدلة تحكمية مع عدلة جماهيرية في التواجد بـ 12 ألف ونص للفريقين هنا 12 ألف ونص وهنا 12 ألف ونص هنشوف مبارا حلو وحنشوف برضو جمهور الأهلي حيفرق في إيه أنا بقول لحضرتك كواحد يعني عاش في الملعب شوية وشاف جمهور النادي الأهلي بيعمل إيه يفتكروا ماتش الكاس كده 4-3 أنا بفكركم بحاجات أنا كنت فيها عشان كده بقول لكم الواحد شعوره كان إيه عمرنا عمرنا هذا الجيل من اللاعبين ما فكر في ثانية أن إحنا حتى للدقائق الأخيرة لغات لما بطريكة جاب الجون بعد ما بطريكة جاب الجون التعادل في ماتش 4-3 بنفكر في اللي بعدك يعني عايزين نلحق نجيب التالت بسرعة دخل فينا التالت لا عارفين أن إحنا هنتعادل أحمد صديق نزل عمل لقسامة حسني جاب جون التالت التعادل وبعدين الرابع هذا هو النادي الأهلي وهذا هو إسلوب النادي الأهلي وهذه هي طريقة النادي الأهلي عمرنا ما بنقف عمرنا ما بنائس دايماً بنفضل وراء فريقنا لغاية آخر ثانية وآخر دقيقة وفي الآخر النتيجة دي بتاعت ربنا في الآخر النتيجة دي بتاعت ربنا كل المجهود وكل الدعم وكل حاجة حلوة هتبقى موجودة إن شاء الله يوم الجمعة اللي جاي في الملعب إن شاء الله كولر يستطيع أن يتخذ القرارات الكويسة اللي إن شاء الله تبقى مناسبة لهذه المباراة ترجمة نانسي قنقر